التي صنعها في الأصل فنعم إجابتنا نعم أخطأت الثورات العربية في أنها سلمت قياد الثورات أو جزء من هذه الثورات أو وثقت في أدوات وشركاء وأهم مؤسسات الأنظمة التي ثرنا عليها هذا فعلناه في مصر وهذا فعلتموه نسبيا في ليبيا بالوثوق في قيادات عسكرية هي في الحقيقة قيادات صنعت على عين القذافي ونظامه وصنعت على عين النظام الغربي ونظامه أنا بس هنا أحب أبتدي إذا أردنا أن نؤكد على حقيقة أن جيوشنا العربية لم تؤسس ومنذ بدء الاحتلال الغربي لدولنا العربية والإسلامية لم تؤسس إلا على أعين هذا الاحتلال منذ جاء محمد علي إلى مصر وهو الذي بدأ في إدخال الاحتلال الأجنبي بالتمكين للفرنسيس والتمكين للبريطانيين وكانت السطوة في البداية للفرنسيس الجيش المصري أسسه سليمان الفرنساوي ثم ورثه البريطانيون وأسس وأعيد تصميمه وسواء عقيدته القتالية أو نظمه الإدارية على النظام البريطاني ثم ورث الأمريكان بعد وراثة العالم بعد الحرب العالمية الثانية الجيش المصري وبالتالي الدولة المصرية ضيفك الكريم يقول أن الجيش المصري دولة داخل الدولة وهذا كان سابقا أما بعد انقلاب السيسي المجرم ومساعدته لحفتر في ليبيا صار دولة فوق الدولة وربما دولة وحيدة ولم تعد هناك دولة اسمها مصر أصلا وبالتالي هذه الدولة التي هي العسكر هي ذراع من أذرع الجيش الأمريكي أو المخابرات الأمريكية أو الدولة الصهيونية لتحقيق مصالحها في المنطقة باختصار شديد عشان نبقى لخصنا ما قلناه سابقا هذه الجيوش ومنذ أسست أدرك الاحتلال أن بقاء الاحتلال بالوكالة من خلال هذه الجيوش والحفاظ على مصالحهم من خلال هذه الجيوش تكلفته أقل بكثير من الاحتلال المباشر الليبيون ثاروا على الإيطاليين لأنه كان احتلالا مباشرا لكن الإيطاليين والأوروبيين ومن ورائهم مؤخرا الأمريكان اكتشفوا بقاء الجيوش العميلة يحقت مصالح الغرب بغير تكلفة المقاومة والجهاد من الشعب الليبي أو الشعب العربي أو الشعب المسلم اشتركوا في القناة